اخر فيديو واخر طبخة لشهر رمضان للفضيل صينية رح يتفقوا على حبه كل افراد العيلة من كبيرهم لصغيرهم والاحلى من هيك انو انا صورتها وجهستها بنص ساعة انا وعم بعمل معمول صينيد كرات البطاطا غرقانة بالجبنة ومن تحت تجاج وخضرة بتاعو نحضرها سوا رح نبتديو بمقلية على النار فيها شوية من زيت الزيتون رح ننزل تقريبا بشيث لثلاثة تصدورة من الجيش مطعنوا لمكعبات صغيرة بدنا نقليون على نار قوية لحتى يبلش يتغير لونه ونبلش ويستوه عنا ورح نملح وننبهرهم بشوية ملاح شوية فلفل اسود شوية قرفة شوية هيل شوية طابريكا لبهارات اللي بدكنيها ورح نتركهم حتى يستوه ببلش تنشاف ميتهم ولاخر مرة رح نحض ديكور رمضان على الطاولة بالوقت اللي جاجات عم يستوه فيه عند تقريبا شي اربع خمس حبات من البطاطا طبعا قشرتهم وقسلتهم وسلقتهم لحتى احتروا ورح اهرسهم كتير منيح ورح ارجع ملحن وبهرهم بشوية من الملاح شوية من الفلفل الاسود وكمان شوية من البابريكا بحط لون كمان شوية من الجبنة نص علبة من القشطة او من الجامر او علبة صغيرة اذا كانت العلبة كبيرة وكمان رح احط لون شوية من البوكسومات او الكعك المطحون يعني تقريبا نص كباية او ثلاثة ارباع الكباية ورح ارجنا مع بعض كتير منيح لحتى تشكل عندي عجينة طرية نوعا ما بس بنفس الوقت فيني شكلها على حالة وستاخد شكل الكرة ولا بتلزع على ايدنا وتكون كتير منيحة ومنخليها هلأ على جنب هاي العجينة وبنرجع هلأ لاتجاجات اللي بلشوا يستوه ورح نجع ننزل فوقهم بالخضرة حطيت انا فطر وحطيت دراء بصلي مقطع شرايح وشوي من الطوم كمان المهروس فيكن تحطوا انواع الخضرة اللي انتوا بتكونيها وبدنا نقليهم حتى يبال شو يستوه ومن بعدها منحط لهم مص علبة الاشطاء او الجمر اللي بقيت عنا وشوي منرب البندورة او معزون الطماطم شي معها الاكبير ومنقليهم كتير منيح واخد شي اقل من معها الاصغير من الصويا سوس وشي معها الاصغير من الخردل ومنقلبهم كلهم سوا مظبوط ونتركهم حتى يتسبكوا وتنشف تقريبا شوي ما يضعوا ممنشفة كتير وبتكون التجاجات عنا صارو جاهزين وهلأ حتى نشكل هذا الطبق بالبايركس او بالبصينية بتفوت على الفرن منوزع اول شي بكعبة خلطة الجاجات اللي حضرناها منوزعها كتير منيح ومن بعدها منحط لهم شوية جبنة هيك رشة خفيفة من الجبنة على وجهن ومنرجع مناخد عجينة البطاطا اللي حضرناها ومنكورها على شكل كرات ومنوزعها فوق كل هيدا الصينية وهلأ رح اجع اضيف عليهم تقريبا علبتين صغارين تقريبا نص لطر او كوبان من كريمة الطبخ فيكن اكيد تحضروا بشمال وتحطوها بشمال واللي هي عبارة عن زبدة وطحين بنضوبوا مع بعض عندنا بنحط فوق الحليب وملح وجسط طيب وبهار بس انا للامانة ما كان لدي خلق ابدا نحضر بشمال فسهلت على حالي وعليكن وحطيت كريمة الطبخ ورجعت كمان اكيد جبنة على الوجه ورح فوتها هلأ على فرن حامل من تحت بس اعلى درجة حرارة 200 تقريبا او اعلى درجة حرارة موجودة عنا ونتركها 10 دقائق ربع ساعة ومن بعدها منشغل حرارة من فوق حتى الجبنة تدوب وتاخد هدا اللون الدهبي الحلو شوفوا منظرها مع حليها عن جد بتجنن ونرجع منطلعها من الفرن ننطر عليها شوي 10 دقائق يستحسن تنطر عليها شوي 10 دقائق قبل ما تقدموها هيك بتهضع على بعضها وبترجع وبتقدموها شوفوا منظرها مع حليها عن جد بتجنن غير شكل واذا لاحظتوا انا ما كتير كترت كرات البطاطا هيك بصير فينا على جنب نحضر حدها شوي رز فاي اللي بده بقدر يأكلها مع بطاطا واللي بده بقدر يحط حدها رز وياكل مع رز وبس هادي هي وصفتنا لليوم وهدا كان الفيديو طبعا لليوم بتمنى تجربوه بتعطوني رأيكم فيه واذا كان بكرة العيد او اللي بعده العيد من هلا قبلكم ان شاء الله بنعاد عليكم شميعا وكل سنة وانتو بألف خير وان شاء الله كل سنة ونحنا سوا